بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين الله سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم النظام الأكمل هو النظام الذي يشتمل على قائد وعلى دستور وعلى أتباع إذا ماكوا أتباع لا يمكن تطبيق النظام الأنبياء غالبا كانوا مطاردين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا رأي لمن لا يطاع ويتوقف على قائد هذا القائد هو الذي يدير الأمر ويتوقف على دستور يكون هو المرجع في كل شيء ولذلك في الدول حتى أرقى الدول الديمقراطية هناك رئيس تنفيذي رئيس جمهورية أو رئيس الوزراء أو ملك أو أي شيء وهناك دستور وهناك جماهير فإذا الرئيس كان صالحا والدستور كان كاملا والناس كانوا ملتزمين فهذه الدولة تكون في تقدم وإلا فالدولة تكون في تأخر بالنسبة إلى النظام التشريعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى ليس استثناء عن هذه القاعدة الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وبعد الأنبياء الأوصياء ذول القادة ذول القادة الله سبحانه وتعالى عصمهم اصطفاهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا اصطفاء الاصطفاء أخذوا صفو الشيء اشتباهم اختارهم طحرهم ولذلك هم قادة لا يخطئون أبدا لأن النظام الإلهي نظام ما بيحتمال الخطأ سواء في التكوين أو في التشريع النار ما تخطئ في يوم بدل ما تولد حرارة تولد برودة مثلا الشمس في يوم من الأيام ما تخطئ بدل ما تولد النور والحرارة تولد الظلام والبرودة نظام التكوين ما بيخطأ إذا هم يصير فد مشكلة أو خطأ بسبب الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس نظام التشريع هم نفس الشيء القائد معصوم والنظام ما بيخلل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فبناء على ذلك القائد منه هو الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام الدستور شنو هو الكتب السماوية المنزلة لأن الله سبحانه وتعالى حسب بعض الروايات أرسل مئة وأربعة كتب وكل نبي كان عنده كتاب الأنبياء اللي بعده يعملون بنفس ذلك الكتاب إلا أن تجي شريعة أخرى وكتاب آخر الكتاب الوحيد الذي الله سبحانه وتعالى حفظه من التحريف ووصل إلى البشر هو القرآن الكريم فالقائد الرسول والأئمة من بعد الرسول الدستور شنو هو القرآن ركنيا كم لو الركن الثالث الأتباع الصالحون إذا هذا التابع ما يسمع كلام القائد ولا يعمل بالدستور راح النظام يختل في معركة صفين مثلا جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حسب ما ينقل ابن أبي الحديد في كتابه شارح نهج البلاغة كان نصف عدد جيش معاوية يعني جيش معاوية كان أكثر من مائة ألف وجيش أمير المؤمنين كان حدود الخمسين ألف لكن الخطط الحربية كانت خطط صحيحة مائة في المائة ولذلك في يوم ما بعد ليلة الهرير يوم التاسع من صفر كانت جيش معاوية أن ينهزم بحيث أن مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه وصل إلى قرب خيمة معاوية يعني مركز القيادة وابن أبي الحديد يروي أن معاوية ركب على فرسة ووضع رجله في الركاب وكان يريد ينهزم أصلا يعني وصلت إلى اللحظة الأخيرة لكن الخوارج خربوا هذا النصر وعشرين ألف وواحد اجتمعوا حول أمير المؤمنين إما أن تقول لمالك الأشتر يرجع ونقتلك وهذا كان بداية الواهن يعني في صفوف جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأدى بالنتيجة إلى استشهاد أمير المؤمنين وإلى سيطرة معاوية وبني أمية ومعاناة إلى يومنا هذا إنعانيها وإلى أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر ويحدد مشكلة من أساسها على كل حال فإذا ذول الأتباع اللي إحنا نمثلهم كل واحد منهم كنا أتباع حقيقيين نستمع إلى كلام الرسول والأئمة في كل شيء والشيء الثاني الدستور اللي هو القرآن الكريم وكلام الرسول والأئمة اللي هو مفسر لهذا القرآن الكريم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم كلام الرسول والأئمة كله هو في الواقع تفسير للقرآن لأن القرآن ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وفي التفاسير الكتاب المبين يعني القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن كثير من هذه المطالب في بطون القرآن فالرسول صلى الله عليه وآله وَلَا أَمَّا يَجَوْا بَيَّنُوا لَنَا فكلامهم هو كل تفسير للقرآن هذا القرآن الكريم هو الدستور إحنا المفروض أنه نعمل به إذا عملنا به في كل صغيرة وكبيرة يكون الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة وإلا الخسارة في الدنيا والآخرة أما الخسارة في الدنيا فهسد نشوفها المسلمون مع الأسف أذى الخلق الله الآن في العالم إيش ما أكو حروب في بلادهم إيش ما أكو قتل في بلادهم إيش ما أكو نهب لثرواتهم زين فد واحد فد إحصاء كان خلال ستين سنة الماضية لحد الآن جميع الحروب تقريبا اللي قامت على وجه الكرة الأرضية إما بين طرفين مسلمين أو أحد الطرفين مسلم هو الطرف الخاسر طرف المسلم دائما شنو السبب؟ السبب الله سبحانه وتعالى ما يريد ينصرنا ليش؟ الله يريد ينصرنا ولكن إن تنصروا الله ينصركم الملائكة ليسوا معنا ليش؟ بس بشرط أنه نعمل بشكل صحيح لذا يوم بدر الملائكة إجوا لنصرة المسلمين يوم أحد ما إجوا ليش؟ لأن يوم أحد خالفوا كلام الرسول المسلمين ولو بعضهم يعني الثغر خالفوا كلام الرسول وجبل الرماد تركوا في القضية المعروفة فبناء على ذلك في كل صغيرة وكبيرة واحد لازم يحاول أن يجعل القرآن أمامه ويعمل به وفي حديث في وصف الرسول أو أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام يقول وكان خلقه القرآن يعني شنو خلقه القرآن؟ الإنسان عنده خلق وعنده خلق الخلق هي الصورة الظاهرية المحية الشكل واحد أسود واحد أبيض مثلا هذا يسموه الخلق الخلق الصورة الباطنية الصورة الباطنية للإنسان هي الخلق الصورة الظاهرية هي الخلق كان خلقه القرآن يعني شنو يعني صورة الباطنية متطابقة مع القرآن 100% القرآن يقول هذا زيان يعمل به هذا مزيان ما يعمل به فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إلى آخره ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا فبناء على ذلك نحن سأنتو الحمد لله الخطوة الأولى اللي هي تعلم القرآن قراءة وقراءة القرآن بحمد لله هذه الخطوة الأولى ماشين فيها كثير من الناس لا يقدر يقرأ القرآن الخطوة الثانية فهم معاني هذه الآيات شنو معناها هذه الآيات لأنه بعض الكلمات الفصيحة العربية غير متداولة في لساننا الدارج والكلمة إذا لم تكن متداولة الإنسان معناها ينسى أو ما يعرف معناها الآن أي كلمة في الإعلام تستعمل كثيراً كل الناس يدرون معناها كلمة ما تستعمل في الإعلام ولا في الكلام الدارج يمكن غالب الناس ما يعرفون معنا أنا شخصين بعض الكلمات يمكن أكثر من عشر مرات مراجع للمنجد حتى أشوف معناها شنو راجع بعدين فترة يصير انقطاع واحد ينسى لأنه لا يستعملها ولا يسمعها الشيء الثاني فهم كلمات القرآن لأن بعض كلمات القرآن على رغم بلاغتها وفصاحتها وأنها كانت من الكلام المستعمل بين العرب الآن مو مستعملة لا بالكلام الدارج ولا بالإعلام لذلك الإنسان قد لا يعرف معناها إنا أرسلنا شياطين على الكافرين تأزهم أزة والسماء ذات الحبك والليل إذا عس عس شنو هاي الكلمات كلمات في قمة الفصاحة بس الغالب إذا تسأله قد لا يعرف معناها هاي الخطوة الثانية وهاي سهلة يعني أكو الآن تفاصير في مجلد واحد في هامش القرآن مثلا واحد يقدر يراجع في هذه الكلمات إذا قرأ آية ما عرف معناها يراجع هذه التفاصير أو الكتب المعاجم اللغوية هاي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة العمل بالقرآن رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه الخوارج اللي خرجوا على أمير الممين عليه الصلاة والسلام لا تصوروا الناس عاديين كانوا فتنة عظيمة كانت أربعة آلاف واحد منهم قراء قرآن كانوا وقراء القرآن ذاك الوقت أهم من قراء القرآن الآن في الوقت ما كانت كتابة كتابة صعبة كانوا يكتبون على أكتاف العظام الإبل على كل حال على أوراق الأشجار كذا هالأوراق ما كانت متهيئة فقارئ القرآن يعني حافظ القرآن ويعرف شدون يقرأ وكذا يعني كانوا بلا تشبيه مثل علماء هالزمان مثلا وإذا أربعة آلاف واحد من هذا القبيل يقومون بوجه أمير المؤمن فتنة كبيرة بس شنو الرسول صلى الله عليه وآله قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم الترقوة يعني لهذا الحد ما ينزل إلى قلبه ما يفهم القرآن فالمرحلة الثالثة فهم القرآن حتى الإنسان يعمل بهذا القرآن والقرآن يكون شفيع إلا مو أنه القرآن يشتكي عليه وإلا في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذا الشاكي هو الرسول والمشتكى إليه هو الله سبحانه وتعالى والقضية المرفوعة هجران القرآن فالحكم سلفا بعد واضح بعد فالحكم يكون بصالح الرسول وبصالح القرآن وفي الحديث الشريف أنه في يوم القيامة أي واحد من المؤمنين اللي مصير الجنة يقال له اقرأ آية ورقة درجة من الرقي يعني الصعود اقرأ آية أصعد درجة آية ثانية أصعد درجة فكلما عمل الإنسان كان أكثر درجته في يوم القيامة تكون أعلى المسألة الأخرى وأنا لا أطيل عليكم كثيرا هو احترام القرآن احنا مع الأسف في مجتمعاتنا شوية القرآن مو محترم يعني في مجلس يطلع القرآن واحد يصالفوا هي الثاني الآية تقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون دعا يمكنهم الله يرحمكم ولعل من الله واجب لأن لعل من عندنا احنا ما ندري شي نقول لعل بس الله سبحانه وتعالى لعل ويعلم كل شيء فلعل من الله واجب يعني ترحمون حتما على كل حال في مجالس يطلع القرآن والناس يحكون بيناتهم إسه حتش شنو إسه حتش ضروري لا حتش اللي إذا ما يتحول إلى وبال على الإنسان في يوم القيامة بحيث أنه غيبة أو تهمة أو نميمة لن يكون حتش غير مفيد أفرض إذا حتش مفيد إلا في وقت تلاوة القرآن مثلا في غير وقت إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هذا الواجب منه في حال الصلاة إذا الإمام إمام الجماعة دي يصلي وفي الصلاة الجهرية دي يقرأ الحمد والسورة واجب عليك أن تنصت إلا ما يجوز لك أن تقرأ الحمد والسورة أنت في صلاة الجماعة وفي غير صلاة الجماعة مستحب بس مستحب مؤكد القرآن اللي عندك في البيت إذا صار عليها غبار هذا يوم القيامة يشتكي عليك هذا القرآن طبعا أهل العلاقة هو يمتلين العجة هاي بعد ما مخليت لهم شي لازم كل يوم يفتح القرآن ويمسح الغبار من عليه القرآن الذي عليه الغبار يشتكي فإذا في بيتك عندك عدة قرائن كما هو متعارف كل مرة اقرأ في قرآن تقرأ هاي النسخة المرة الثانية يقرأ بنسخة الثانية نسخة الثالثة في حديث شريف أن القرآن عهد من الله سبحانه وتعالى للناس فإذا أي واحد منكم قام صباحا فليقرأ كم آية بس مختلف الروايات حسب إمكانية الإنسان ووقته في رواية خمسين آية في رواية صفحة على كل حال يعني يقرأ مقدار من القرآن هذا هو احترام للقرآن والإنسان الذي احترم القرآن الله عز وجل يوفقه والإنسان اللي ما احترم القرآن الله سبحانه وتعالى يسلب التوفيق منه هسه في شنو الله يبليه بعد ذاك هو الله بحكمته وبعلمه كثير من الأحيان الإنسان هم ما يدري تجي ضربات ما يدري من وين هاي الضربة اجته مثل ما واحد يتمرض شنو سبب المرض ممعلوم يقولوا لا أنت فد أكل أكلت هذا الأكل كان مسوم السهل يوم البار حيوين ما يدري كثير من الأحيان الإنسان تجي ضربات بس ما يدري شنو السبب لذلك دائما لازم يكون ملتفت متوجه الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل أنه سابقا كان متعارف أنه الكسبة عندما يفتحون محلاتهم أول الصباح يقرأ مقدار من القرآن على المصحف لأنه مستحب أن الإنسان يقرأ القرآن وهو حافظ بس الرواية تأكد أنه يقرأ على المصحف حتى عينك هم تتبرك مو فقط لسانك تتبرك على العموم فكان متعارف الآن هم في بعض الأماكن لا زال متعارف أنه عندما يفتح المحل يبدأ بقراءة بعض آيات القرآن هنا في إحدى المدر المقدسة في العراق كان أهل ذاك السوق كلهم عندما يفتحون محلاتهم يقرأون القرآن ولو آيات إلا واحد هذا واحد بيفتح القرآن ولا يقرأ ويقول له له هسا مرة فد واحد هو مثلا يشوف البقية ماذا يسوون شيء يصعب عليه يسوي ذلك الشيء بس إذا فد مرة كل الناس مشغولين بآمر سهل على الإنسان أن يقوم بذلك الأمر وحتى اجتماعيا هم بعض لأحيان عيب يكون السيدة مو لله للأمور الاجتماعية هذا ما يقرأ القرآن فكانوا يقولون له مرة ألحوا عليه كثيرا أنا أختصر القضية فاضطر قال لهم أنه أنا ما أقدر أقرأ القرآن عاجز عن قراءة القرآن ما أقدر مثل أفرض فد واحد مقعد رجلة مقطوعة مثلا يقولون له أقف يقول ما أقدر من القيام لا أتمكن عاجز عن قراءة القرآن قال لولا السبب شنو هو فالسبب مفصل قال آني أريد أقرأ مو أنه ما أريد أجي أفتح القرآن بس أريد أقرأ كأنه لسان يشكل ما أقدر أقرأ السبب في ذلك يقول أنه آني شخص أتذوق الأدب يكون بعض الناس عندهم ذوق أذبي يحبون الشعر ويحبون الكتب الشعر والاستماع إلى الكلمات الأدبية وكذا يقول آني إنسان أتذوق الأدب فتند سنوات أبحث عن ديوان يزيد بن معاوية لعنة الله عليه يزيد بن معاوية من حيث الأدب العربي أدب جدا راقي ولو أشعار كفريات من حيث المعنى أما من حيث اللافظ أشعار جميلة جدا لأنه معاوية لأنه معاوية عند مراد يصنع يزيد خليفة استشار واحد فقال له شلون أسوي أنه هذا ابني يصير خليفة ابن صغير كان قال علم القرآن وعلم الشعر إذا تعلم القرآن يقدر عن طريق القرآن يستهوي قلوب المسلمين المؤمنين وعن طريق الشعر يستهوي العرب فلذا يزيد كان حافظ للقرآن من أول إلى أخير في قضاياها في كربلاء يعني مع الأسرى يستشد بآيات قرآنية كثيرة فكان حافظ القرآن وكان يجيد الشعر شاعر من الشعراء الجيدين من حيث اللافظ على كل حال يقول كنت أنا أدور على الديوان يزيد ما ألقي يقول يوم من الأيام رحت إلى الحج وذلك الزمان أخو ما كانت طباعة وكذا فكل واحد كان عنده قرآن مع نفسه يستحبه يقول كان عندي نسخة من القرآن معي فعند مسجد الحرام شفت واحد مبسط ودي بيع كتب وإذا فجأة وقع بصري على ديوان يزيد هواية فرحت قلت له هذا الكتاب أريده يقول هو شاف قرآن بيدي قال أنا ما بيعلك إلا أن أتبادل هذا القرآن بالديوان يزيد مبادلة يقول أنا مفكرت قرآن هواية يقدر نحصل بس ديوان بس ديوان من أحصل أحصل فبدلت القرآن بالديوان هذا إيه هذا للقرآن تتبدل القرآن بالديوان يزيد ابن معاوية لعنت الله عليه حتى بيع القرآن في رأي مشهور الفقاءة غير جائز لأن القرآن ما إلى ثمن ولذلك يقولون إذا تريد تحصل القرآن هدية معوضة يعني ذاك يهديك القرآن أنت متهديد الفلوس هدية تكون مو بيع حتى لا يكون هذا الفلوس مقابل القرآن يعني الدنيا وما فيها القرآن ثمن أكثر منها يقول بدلت القرآن بالديوان من ذاك اليوم لحد اليوم ما أقدر أقرأ القرآن ما أقدر أصلا مو أنه ما أريد الله سبحانه وتعالى سلب منه هذا التوفيق وبالعكس هذا بشر الحافيخ وصامعين قضية أنه تاب زين شنو سبب توبته كان حسن كلمة من الإمام الكاظم أثرت به الإمام الحسين في يوم عاشورة هل قد خطب لهم ولا أثر مثقال ذرة في قلوبه والإمام الكاظم هل قد كان يعظ الناس ما يأثر مثقال ذرة في قلوبهم مو أنه كلام الإمام مو مؤثر ذاك قلبه ما إلى قابلية للتأثر زين كلمة من الإمام الكاظم أعبد أو حر وكذا أثرت فيه سبب التوبة ليش يعني هاي الكلام ليش أثر في هذا وما أثر بالملايين السبب أنه يقال أن هذا الرجل في اليوم الماضي هو رجل كان من الوجهاء كان راكب على فرسة على أحصان راكب هو نزل من على فرسة ومد إيده بالزبالة مثلا إذا تشوف أنت فد إنسان محترم مكان مثلا قمامة موجودة وزبالة مد إيدة تستغرب بس مع ذلك احتراما للقرآن مد إيدة في القادورة وطلع هذه الورقة وجابها للبيئة وغسلها وعطرها وجعلها في شق جدار فتفطر في الحياة لشان خلاها هنا حتى لا تكون تسقط على الأرض هذا اليوم السابق على كلمة الإمام عليه الصلاة والسلام هذا احترم القرآن الله عز وجل عوض بأن وفقه للتوبة طيبت كتابنا فطيبناك شاف بالرؤية فعلى كل حال علينا جميعا القراءة وتعلم القراءة زين وتعليمها وفهم المعاني والعمل واحترام القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وإيانا لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة